مشاهدين اسلام الله عليكم اهلا بكم في مجزل اهم الانباء قال مصدر عالميون السبت ان قوات الثوار انتهت من عمليات تمشيط مشروع وادلود وابونجام جنوب غربي مدينة سرد واضف المصدر ان سرية الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط منطقة ابونجام وازالة الالغام التي زرعها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قبل فرارهما واشر الى ان قوات الثوار تتمركز في مواقع مناسبة ومستعدة للتقدم في اي وقت وفق ما تقتضيه المعركة ولصد اي محاولة للاختراق تمكن الترفيرق المختص من ابطال مفعول ذخائر الدبابات متصلة ببعضها البعض قام ما يعرف بتنظيم الدولة بزرعها بمحاذاة الطريق السحلي وحسب مصدر اعلامي فان هذه الذخائر زرعها ما يعرف بتنظيم الدولة على طول كيلو متر من طريق السحلي فيما يبدو انها محاولة لاعاقة قوات الثوار المتقدمة باتجاه مدينة سرد يشار الى ان حوالي اربع مفخخات قد تم ابطالها الجمعة بعد ان تقدم قوات الثوار ووصولهم الى المحطة البخارية سرد وسيطرتهم عليها اشرف الهلال الاحمر بنغازي ولجنة الازمة بالمدينة على عملية تبادل محتجزين بين مجلس شرى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب خليفة حفتر وحسب مصدر فان عملية تبادل المحتجزين تمت بمبادلة تعطية العرفية الذي اثره ثوار بنغازي وهو يقاتل في صفوف ما يعرف بالكرمة في احد محاور القتال مع سلمان مامي الذي اعتقلته قوات مجرم الحرب حفتر من منزله في بنغازي منذ عام ونصف العام تقريبا نشار الى ان هذه اول عملية تبادل محتجزين تتم بين قوات مجلس شرى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب خليفة حفتر تظاهر عدد من المواطنين في ميدان شهداء نصرة لثوار ليبيا في مواجهتها مع من وصفوهم بالارهابيين والانقلابيين المتظاهرون رفعوا شعارات تنديد بالحكومة المقترحة من قبل البعثة الاممية واعتبروها بانها زادت من حجم الازمات التي تعاني منها البلاد ووجه المتظاهرون دعوة للقضاء الليبي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع من يتلاعب بمصر الليبيين حسب وصفهم المتظاهرون رفعوا شعارات الدعم للثوار الذين يقاتلون ما يعرفوا بتنظيم الدولة واخيرا حيث قبضت قوات خفر السواحل الليبي بمصفات الزاوية على اربعة قوارب صيد تونسية دخلت المياه الاقليمية الليبي وحسب مصدر المطلع فان قوات خفر السواحل بمصفات الزاوية رصدت تحركات قوارب صيد تونسية وقامت بايقافها وعددها اربعة قوارب تقوم باستياد السمك داخل المياه الاقليمية الليبي يشار الان قوات خفر السواحل الليبي القتف السابق على مجموعات متفارقة من قوارب صيد المصرية والتونسية التي تقوم بالصيد داخل المياه الاقليمية ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة